السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله النهار ده هنعمل الشنطة الجميلة دي الشنطة سهلة جدا جدا وبسيطة وتكلفتها بسيطة جدا فهتعرف تكسب منها كويس الفيديو مهم جدا جدا يا جماعة في افكار كتير وحاجات خاصة بيها الحمد لله يعني مش وغدا من حد فشوفوا الفيديو للاخر واستفدوا منه لانه فعلا فعلا يعني هيفرق معيكو كتير وهيوفر عليكو كتير في التكاليف وفي المجهود فان شاء الله يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم ويلا نقول الاول كده الحاجات اللي هنحتاجها علشان نعمل الشنطة دي بالنسبة للاكسسورات زي ما احنا شايفين كده هنحتاج متر الاربع تقريبا من السلسلة دي واربع حلقات من اللي هي دي مقفولة مش اللي هي نص دايرة مش اللي هي اللي بتتفتحها تتقفل لا من المقفولة لو حابين تحطوا اللي هي سهلة الفتح عادي وسستتين سستا دي وسستا دي وهنحتاج كمان شريط ساكان لو مش حابين الشريط تاني يا جماعة ما تبدايقوش اهو هنشيلو بمنتهى البساطة لان انا عارف ان هو يعني في علقوا عليه قالوا انه مش لطيف عادي ممكن نحط مثلا ميداليا شبه دي كده نزين بيها بس كده فيعمل دي كور حلو اهي امر هي برضو انا عجباني اكتر برضو على فكرة فميداليا بقى جميلة زي دي كده او شريط ستان ده متر متر شريط ستان تمام لوجو للتزيين او اي اكسسوارات حطيها هنا تمام هنحتاج برضو قماش بطانة علشان نعمل بيه البطانة للشنطة علشان يبقى الشغل بقى عالي ان انا ورطلكو على الاخر اهو لان اللون غامق مش باين قوي فده جوه الشنطة تمام والمهم بقى هنحتاج قطعة جلد علشان نعمل الاعداء بتاعت الشنطة هوريلكو الطريقة اللي انا بعمل بها اعداء الشنطة بمنتهى السهولة وتكلفها لا تذكر اصلا يعني بدل ما هتشتري اعداء جلد بحوالي 40 جنيه ولا اكتر يعني من زمان كانت بتلاتين جنيه ما عرفش دلوقتي بكام فانا عمري ما اشتريتها الصراحة انا على طول بعمل الاعداء الجلد دي بعملها انا بايدي اوليكو بقى الطريقة اللي انا بعملها بيها والحاجات اللي هتحتاجوها علشان تعملوها وهي مش مكلفة غسطة يعني هتصير فيها مرة هتوفر عليك العمر كله تمام فزي ما احنا شايفين كده بتدي قيمة للشنطة تخليها تبقى شكلها افخم طبعا من انها تبقى كلها كروشي وكمان بتخفف وزنها يعني الشنطة دي على حجمها ده واخد مني 400 جرام خط بس والشنطة كبيرة هنقصها مع بعض اهو اه اه دي معانا طول الاعداء 24 سنتي العمق 11 سنتي اهو العمق 11 سنتي الارتفاع 20 سنتي يعني ما شاء الله يعني شنطة كبيرة مش صغيرة خالص فهن هقول لكم بقى الطريقة اللي نعملها بيها بالتكلفة البسيطة دي هنعملها مع بعض ومنتهى السؤولة ان شاء الله يا ريت ما تنسوش تعملوا رايكي بالفيديو لو اعجبكم ان شاء الله وكتبووا لي رأيكم في التعليقات ويتشوفوني من اي بلد لان انت طبعا بيشجعن وبيفرق معايا كتير جدا والله بقى نبتدي عطوله نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه دلوقتي هنبتدي نعمل مع بعض الاعداء الجلد هعملها اعداء بيضوية لو حبا انك تنفيذ معايا نفس موديل الشنطة دي باعداء بغرزة الحشو هستيبلك تحت الفيديو في صندوق الوصف فيديو لطريقة عمل اعداء بغرزة الحشو او في اول تعليق مثبت برضو هتلاقي الفيديو ده لو حبا انك تنفيذ معايا وما عندكش الجلد او قاعدة جلد متوفرة عندك تمام انا بالنسبالي على طول باعمل قاعدة الجلد بالطريقة دي علشان اوفر يعني في التكاليف ويبقى في مجال انه اعرف اعمل شغل بجودة كويسة وفي نفس الوقت يكون تكلفته مش عالي قوي تمام انا معايا قطعة جلدة اهي القطعة الجلد دي طولها اتنين وعشرين سنتي تمام والعرض بتاعها تسعة سنتي تمام فبجيب بقى اي كوباية عندي طبق اي حاجة يكون القطر بتاعه بنفس عرض القطعة اللي انا هعملها يعني هنا هو تسعة سنتي قطر الكوباية بتاعتي وهنا القطعة ديت العرض بتاعها تسعة سنتي برضو تمام ليه علشان اعمل الجوانبقة بتاعة القاعدة البيضوية كده يبقى شكلها جميل بسبت الكوباية على الاطراف التلاتة من الشكل ده كده من كل الجوانب علشان ابتدي ارسم الشكل البيضاوي الشكل ده كده اهو بمنتهى البساطة واروح على الناحية التانية واعملها بنفس الشكل سبت على الاطراف التلاتة واعمل الشكل البيضاوي كده بمنتهى السهولة وبعد كده هبتدي اقسم بقى هسيب من كل جانب مفروض ان القاعدة دي معايا ايه اه اتنين وعشرين سنتي انا هسيب خمسة خمسة سنتي في النحية دي وخمسة سنتي في النحية دي والباقي هقسمه في النص تمام فدلوقتي اهو دي هقسم النحية دي خمسة سنتي اهو دي علامة في النص على فكرة دا بيتمسح دا بيتمسح يعني ما تشغلوش بالكم اهو ممكن امسحه عادي بمنتهى السهول بمنديل مبلول او حاجة مش هيسيب اي قصر تمام ففي الاخر انا كده كده همسحه لما خلص التأسيم بتاعي تمام اهو خمسة سنتي من النحية دي وخمسة سنتي من النحية دي وهعمل خط بالشكل ده كده طب نقس من الجوانب كمان علشان نبقى واثقين ان الخط مستقيم اهو خمسة سنتي كمان من النحية دي خمسة سنتي ديتمسحة اهو اقوم عمله بقى ايه دي كده علشان ابتدي اقسم المنطقة دي كده اقسم الدوران ده وبعدين الاطراف هبتدي بقى احط النقط اللي هعمل عليها الاخرام على بعد سنتي تقريبا كده من الطرف ده اهو على بعد سنتي بس هبتدي احط نقط كده مبدئية يعني مثلا هنا في النص ده تقريبا نص القطع هاو على بعد سنتي بحط نقط تمام وبعدين بشوف نص المسافة دي على بعد سنتي برضو بحط نقط تمام اجي هنا برضو في النص كده على بعد سنتي برضو بحط نقط وهنا ممكن اقسم دي على مرتين على نقطتين فهحط هنا نقطة وهنا نقطة وكذلك هنا برضو هنا نقطة وهنا نقطة كل دي اماكن هعمل فيها اخرى دي برضو اقسمها على اتنين اهي وهي بعينيك كده عينك ميزانك اهو بالشكل ده كده عملنا الجانب ده هنعمل الجانب التاني بنفس الطريقة اهو بالشكل ده كده عملنا النقط بتاعت الجوانب الحتة البيضوية يعني اما الباقي ده بقى هقسموه بالمسطرة بقيس كده كل سنتي ونص بحط نقطة اهو من اول هنا كده الحد هنا هنا نقطة هنا كده المفروض يبقى عند رقم كام تلاتة صح اهو كل سنتي ونص بحط نقطة نقطة كلها معي جاهزة وطبعا هنا هيكون فيه هنمسح بقى الخط ده نقطة ثق نقطة 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 اشتركوا في القناة 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 ارسم عليها واحدة زيها بالزبط علشان ما عودش اعمل بقى نفس القصة دي كل شوية يعني اهو واعد ايس واعمل لا انا بعمل بقى عندي كزا قطعة كده يكونوا موجودين احتياطي ما عاوز انفز انفز على طول اهو وما عامل النقط دي تاخدش مني دقيقة اللي عادنا نشرحه كتير ده في سواني هنعمله اهو ويبقى عندي قطع مركونة موجودة عندي في اي وقت انطلب مني شغل اعملها يهو لا خلص ناقص يهو هنعمل بقى على دي نفس القصة ونعمل على نفس الموضوع وكده بقت معانا اعادة تانية جاهزة تمام؟ يلا بقى انت دي نشتغل نطبق مع بعض شغل نعمل الشمطة بتاعتي هستخدم خط مكرمية مصري هو يعتبر رفيع مشتخين اوي تمام؟ واستخدم معاه ابرة رقم اربعة ونص هي بس ممسوحة شوية هي اربعة ونص لو حد عنده حل يا جمال مسح الرقم من على الابرة هكتبلي في التعليقات دلوقتي هنبتدي نشتغل مع بعض هدخل في اي ناحية هنا مثلا كده او هنا مهم من الجانب كده من بعد الدايرة دي يعني مسلا هدخل هنا ها وابتدي اعمل في كل فتحة من دول اتنين غرزة حشو هدخل كده اسحب الخط وخرجه وعمل غرزة حشو اه في نفس المكان هدخل كمان مرة وعمل كمان غرزة حشو اروح الفتحة اللي وراها وعمل اتنين غرزة حشو شايفني ازاي في كل فتحة وفي كل خرم بعمل اتنين غرزة حشو على حسب الاعداء اللي معاك بقى المسافات بتاعة الاخرام دي قد ايه المهم انك بتعملي غرز انها تكون زي ما انت شايفة كده معدولة ومفرودة ومرتاحة مش مش نقصة ولا زايدة تمام هكمل لحد الاخر بنفس الطريقة دي في كل فتحة اتنين غرزة حشو وارجعلكم لما وصل هنا خلصت كده السطر الاول بغرز الحشو زي ما قلنا في كل فتحة اتنين غرزة حشو تمام دلوقتي هنقفل السطر السطر الاولاني بس هو اللي بقفله وبعد كده باشتغل شغل دوران فهدخل كده من تحت الغرزة دي كده اصحب الخيط وخرجه وخرجه كمان من اللفة اللي معاك على الابرة الشكل ده كده بمنزل قيعا تمام وبعد� نرتفع سلسلة وفي نفس المكان هنزل تاني واعمل كمان غرزة بس هنصدرها بقى غرزة ايكس Kindle هي عروضة الشمطة اللي م máquinas 珍 σας غرزة الا possibility غرزة الاكس سهلة جدا لقد هنصدر انا في غرزة الحشو نазыв Burton ظهر لو مثلا انا هنصدر حشو فاللفة الخلفية انا فى المطonstrat مثلا انا ستع Palace فاللفة الخلفية خدا هنصدر هذا الشئ فما هو لدخل السطر في السطر لا هاخده من قدام كده شايفين ازاي هو ده الفرق بس في غرزة الاكس عن غرزة الحشو الفرق منتهى البساطة اهو بدخل كده في اللفة الخلفية بدل ما اعمل كده لا باخد الخط كده الابرة اللي تكون قدام الخيط مش الخط اللي قدامها لا كده واعمل غرزة الحشو اهو دي الغرزة اللي هنعمل بها الشنطة معظمها يعني في الاخر بس هنعمل كم سطر كده منزلقة يعملوا شكلي عندما غرزة الشنطة هي دي غرزة الاكس بتكون غرزة سميكة وشكلها شيء جدا تمام يبقى ايه بدخل كده خلي الابرة قدام الخط هي تسحبه وتطلعهولي وعمل غرزة الحشو بيه منتهى البساطة هكمل السطر الحد الاخر وارجع لكم شوف هنعمل ايه مع الاسطة كده السطر بغرزة الاكس زي ما قلنا وهو مش هيبان دلوقتي شكل الغرزة معانا هيبان بعد كذا سطر دلوقتي المفروض ان ادي غرزة المنزلقة اللي انا كنت عاملها في الاول انا هشتغل عليها لاننا لو ما اشتغلتش عليها هيبقى ناقص غرزة لان الغرزة الاولية دي ما كانش لها وجود فوق تمام فانا هدخل فيها في غرزة المنزلقة دي وعمل غرزة اكس وهكمل شغل الضغاران زي ما قلت لكم ما بحبش اقفل السطر فهروح على اول غرزة دي مش الارتفاع بقى ما ريش دعوة بها لقى هروح على الغرزة دي وهدخل كده تحتها اهو واسحب الخيط وخرجه وعمل غرزة الاكس بتاعتي اهو السطر الاوليان بس اللي كان اكس في اللفة الخلفية اما البعض كده هيبقى كله غرزة اكس بدخل تحت الغرزة كلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اسحب الخيط وخرجه بالشكل ده وعمل غرزة اهو ادخل تحت الغرزة كلها اهو والخيء الابرة تكون قدام الخيط اسحبه وخرجه وعمل غرزة الاكس اهو الشكل ده كده هكمل بالطريقة دي اعمل تقريبا 17 سطر بنفس الطريقة كده دوران من غير مقفل السطر هعمل 17 سطر بغرزة الاكس وارجع لكم نكمل شغلنا مع بعض عملت 3 سطور بس يعني دول بقوا كده 3 سطور بس وارجعت لكم علشان عايزة ايه اه ادعم الاعدة وهي لسه الشغل قليل كده علشان ايه تبقى جمدة وكويسة معايا تمام ده قطعة بوري بنفس مقاس الاعدة الجلد بالضبط اهي اعرفين ازاي نفس مقاس الاعدة الجلد بتاعتي قطعة بوري سميك ده بيتجاب من عند بتاع الاهزية لو ما تعرفوش يعني اه او ممكن بتوع الجلود برضو تلاقوا عندهم هجيب مسدس الشمع وهبتدي احط عليها شوية شمع كتير اه على الاطراف كلها كده ومن النص لان الجلد يعني كده رقيق جدا ما ينفعش ما يستحملش انما القطعة البوري دي بتخلي القاعدة تبقى متينة اكتر من الشغل كمان كده خلاص ايه تكي عليها بقى نسبتها كويس خالص هكمل السطور اللي بقى يا بقى لحد ما وصل للجيب وارجع لكم اقول لكم هنعمل الجيب اللي هو الخلفي ده ازاي خلصت كده عملت سبعتاشر سطر بغرزة الحشو طبعا السطر بيخلص في المنطقة اللي كنت عاملة فيها قفلة فيها اول سطر اللي كنت بقى دقى فيها الشغل يعني هنا تمام دلوقتي يعني حدد بقى المكان اللي هنعمل فيه الجيب الخلفي في الشمطة انا بعمل الشنطة كده بطويها كده بالظبط بالنص كده علشان احدد بالظبط في النص المكان هيكون فيه يعني تقريبا كده لو جينا نحط ماركر هنا شوف كده تقريبا كده المكان ده كده وسط الشنطة بالظبط المنطقة دي اللي هنعمل فيها الجيب الخلفي تمام فانا دلوقتي هعمل ايه هعد الغرز دي اللي هي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وحسر وينسى إتنين تسعة تشر ستاة ابقى المعادلة سابعة تسع تا زير تسعة تشر سلسلة في الهوى تمام هعمل ايه تسعة تاشر سلسلة في الهوى واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة اكملهم تسعة تشر سلسلة وا�ع لهم هده عملت تسعتاشر سلسلة هاشيل الماركر ده وهاشتغل غرزة الـ X اللي عليها الدور دي اهو طريقة اللي احنا شغالين بيها هكمل السطر لحد موصل لهنا بغرزة الاكس هشتغل المنطقة دي كده كلها لحد موصل للسلاسل دي وارجع لكم نكمل شغلنا مع بعض خلصت كده السطر لغاية السلاسل اللي في الهواء هاي هبتدي اشتغل عليها بس هالف السلسلة كده هشتغل في اللفة اللي في الظهر دي مش هشتغل لا في اللفة الامامية ولا في اللفة الخلفية لأ هروح للفة اللي في الظهر اللي هي دي اهي هشتغل ازاي من وراء السلسلة وهيعمل قورزة اكس بردو اهو هه بقى الشغلي في اللفة اللي في الظهر عشان يبقى الشغل ايه يعني مفروط كده ومزبوط. شايفين ازاي? نكون بالشكل ده. هكمل لحد الاخر. وهعمل كمان سطرين. بغرزة الاكس. يعني من بعد الفتحة دي هيبقوا تلات سطور. وياحد اتنين تلاتة. تلات سطور بغرزة الاكس كمان. وارجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد كده. خلصت كده عملت تلات سطور بغرزة الاكس بعد الفتحة دي زي ما قلنا. ودلوقتي المفروض نحنا هنشتغل السطور المنزلقة اللي هي هتكون في الطرف هن. بس قبل ما اعمل سطورة المنزلقة دي لانها هتلم الشنطة وهتدايق هالي. انا هركب السوستة دي الاول. وهعمل البطانة للشنطة كمان. تمام? دلوقتي اول حاجة هعملها حق السوستة دي الاول. هركبها هنا كده. على الفتحة دي. اخيطها بمنتهس سهولة. وهي مقفولة زي ما هي كده. علشان طبعا تطلع معي مزبوط. اهو بالابرة والخيط العاديين دول. وهبتدي اثبتها. طبعا اخترت لون مناسب لون الخيط لان الخيط اللي جواه كده كده مش هتبان. تكملها بقى خياطة تسبيت كده داير ميزور بالابرة والخيط وارجع لكم نكمل شغلنا مع خلصت كده خياطة زي ما قلت لكم وهي مقفولة زي ما هي سببتتها بس وصاد الفتحة بتاعتها. بمنتهس سهولة بالشكل ده كده. دلوقتي بقى بجيب قطعة قماشة على قد الجيب اللي انا عايزاه اهو. يعني مثلا كده. كيفيني ازاي? بسبت القطعة دي. الطرف ده. الحتة اللي هي طبعا وش القماش بتكون كده. هنا. طرف بيتسبت على السوستة اللي تحت. على ناحية السوستة اللي تحت. هنا. والطرف التاني ييجي الفوق كده. يتسبت على طرف السوستة اللي فوق. بالشكل ده كده بمنتهى البساطة. بس قبل ما نعمل كده المفروض بنقفل الجوانب الاول. فانا المفروض دلوقت ان انا بنفس الطوية اللي انا عملاها دي. هخيط الجانب ده والجانب ده. هخيطهم على مكانة الخياطة وارجع اسبتهم بقى بالشكل ده كده. مهمين ازاي? يا رب يكون واضح. هعملها وارجع لكم نكمل شغلنا مع بعض. خلصت كده عملت القطعة بتاعت الجيبة هي? سبتت زي ما احنا شايفين كده بالطريقة اللي قلتلكو عليها خياطة الاول. الحتة اللي تحت اللي هي على طرف السوستة التحتاني وبعدين خياطة الحتة اللي فوق وقفلت الجوانب دي زي ما احنا شايفين كده. اه. ده شكل الجيب بعد ما خلص. سهل جدا وبسيط. دلوقتي بقى هعمل بطانة الشنطة. وبطانة الشنطة يعني علشان القمش اللي معايا لونها غامق فمش هتبين. انا هسيب لكم لينك في صندوق الوصف لطريقة عميل البطانة دي بالتفصيل. انا هعملها بنفس الطريقة اللي في الفيديو اللي انا هسيبه لكم في صندوق الوصف ده او في اول تعليق برضو لو حبين تشوفوه. هي طريقة سهلة جدا وبسيطة. المفروض ان انا بعمل فيها ايه? بقيس ارتفاع الشنطة. من سنتي. وبقيس كمان دوران الشنطة. اللي هو ايه? سبعين سنتي. ده ما بزودش عليه حاجة لان بره بيبقى المقاس اكتر شوية من جوه. تمام? يبقى انا كده عايزة قطعة قماش مقاسها سبعين في عشرين. انا عملتها بالفعل القطعة القماش دي اهي? دي كان مقاسها الطول بتاحها اه سبعين والارتفاع ده عشرين. ولما عملت الرفية دي بقى كده تسعتاشر سنتي. تمام? المفروض وبعدين انا قفلتها كمان من الجانب هنا زي ما احنا شايفين اهو. المفروض انها هتتسبت بقى كده في الشنطة. بالشكل ده كده. تمام? وبعدين هنعمل القاعدة بتاعت الشنطة. القاعدة بتاعت الشنطة هتكون ازاي? بجيب قطعة بوري بس من النوع اللي هو الرقيق. مش زي اللي انا عملا به مدعمة به قاعدة الشنطة. ده نوع ارق شوية شبه ورق الفوم كده. تمام? قطعة بنفس الشكل. وقطعة قماشة هي عشان اغلف بيها القاعدة دي. بالشكل ده كده. وبجيب مسدس الشمع هي الطريقة دي على فكرة هي هي نشرها زي ما قلت لكم في فيديو منفصل. وواضح جدا بقى لان القماشة كانت فيه بيضة. تمام? بحط الشمع كده على الاطراف. واسبت عليها القماش بالشكل ده كده. على فكرة ما تقلقوش منه بيكون جمد جدا جدا. كون ما تتخيلوا. يعني ما تفتكروش انه بيسيب. لانتي لو عايزة تسييبه اصلا بتوعدي تشدية على ما يطلع عينك وما بيطلعش. بيتقطع وما يطلعش. كده. انا كده معايا جاهزة القاعدة. هحط هخيط الجوانب بقص اصبق الزوايط دي. سبتها كده كويس. بقص الزوايط دي. بعد ما سبت القطع دي خياطة كده داير ما يدور هسبتها هقوم حط بقاء القاعدة دي في النص. هي دي طريقة عمل البطانة دي بمنتصر. طب انا هسبت دي. وارجع لكم نحط دي معك. بشكل الشنطة بعد ما سبت قطعة البطانة فيها. سبتها برضو على ما كانت خياطة على فكرة. على الفكرة لو مكمليني يعني في موضوع الكروش هي دا نصيحة اشتروا ما كانت خياطة هتوفر عليك وبتعب كبير او يا جماعة والله. هي ممكن الاستواناء عنها بس هي هتوفر مجهود كبير. كده القطعة البطانة جاهزة هسبت بقى الارض بتاعها اللي هي القاعدة يعني اللي في الارض دي. تبقى بالشكل ده جميلة جدا وشغل نظيف. او. هحط برضو شمع كتير قوي. ولو عايز ان تثبته خياطة برضو مفيش اي مشكلة. نزبطها بس في النص كده كويس. نحس انها تلم كل الاطراف اللي تحت دي. وندوس عليها بقى جامد. انا بقى قفيها على فكرة. لاننا اخدها دلوقتي قفيها. اهو. كده خلاص. عملنا بطانة قوية ونضيفة جدا زي اللي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى هنكمل شغلنا في الشنطة. لان هي زي ما قلتلكم هتلم معنا بغرز المنزلقة اللي هنعملها في الاخر دي فامش هنعرف نعكب البطان و احنا مرتاحين بالشكل ده كده. دلوقتي هبتدى اشتغل بقى غرز منزلقة في اللفة الخلفية. يعني ايه? يعني بسي مش بدخل كده تحت الغرزة. لأ. بدخل في اللفة الخلفية دي بس. اهي. واسحب الخيط وخرجه. وخرجه من اللفة اللي ما هي على الابرة بمنتهى البساطة. هروح على الغرزة اللي وراها في اللفة الخلفية برضو. اسحب الخيط وخرجه. اعمل منزلقة في اللفة الخلفية اهه. بالشكل ده كده هعمل برضو خمس سطور شغل دورا من غير مقفل السطر. خمس سطور حشو في اللفة الخلفية. وارجع لكم نكمل نشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده عملت سطور المنزلقة في اللفة الخلفية زي ما قلت لكم. انا كنت قلت لكم خمس سطور لانا عملت ست سطور. لانها حازت ان خمس سطور يعني نقصين شوية. فازقوا التسطر خليتهم ست سطور. فزي ما تحبهم. دلوقتي بقى هنقفل الشغل بتاعنا. انا شغلنا دوران زي ما قلنا. اهو. كل شغلنا في الشنطة او في اي حاجة انا بعملها انا بحب على طول ان انا بشتغل شغل دوران. وفي الاخر بقفل الشغل وما يبقى الشكله باين خالص. بقص الخط كده. بعدين اسحب الطرف ده. بجيب قبرة التنظيف بلاستيك دي. وهي الغرزة اللي عليها الدور دي. اهي. دي بس باروح على الغرزة اللي وراها من تحت كده. علشان اقفل السطر الاخير. بالشكل ده كده. وبعدين ارجع الخط للمكان اللي جاي منه. لبالك انك تعدي الابرة من على الفتلتين دول مش من على فتلة واحدة. عشان يباني الشغل المتماسك كده وشكله جميل. اهو. كده خلاص اتقفلت. طرف الشنطة. هنقص الزيادة بقى ونثبت الخط بالولاعة. وبعدين هنبتدي نعمل آآ نحدد الاماكن اللي هنحط فيها الحلقات. نزبط كده الشنطة. بشكل مربع كده او مستطيل. ونحط مركز للاماكن اللي هنركب فيها الحلقات. بحاول حطهم بشكل يعني ان هما يكونوا مزبوطين كده في الاول. اول اتنين يعني. في الزوايا بالزبط. وبعدين بحط المركر التاني وبعد بشوف الغرز قد ايه وبشوف قصادها بالزبط نفس العدد وحط المركر زيها علشان تطلع معايا مزبوطة الحلقات. ودلوقتي بجيب ابرة ابرة التنظيف وخيط من اللي انا شغلا بيه. بابتداء اثبته كده. علشان اثبت بيه الحلقات معايا. خياطة كده. بمنتاز سهولة. بخيطها كده زي ما احنا شايفين. وفي الاخر بقص الخيط بالولاعة وبسبته في مكانه عادي خالص. اهو. واعمل باية الحلقات بنفس الشكل. خد ببالك بس انك تحطي الحلقات في اماكنها الصحيحة. عشان تطلع مزبوطة. كمل الاربع حلقات. خلصت كده تركيب الحلقات وكمان حطيتي اللوجو. خيطت بنفس خطة الشغل اللي انا بعمله. ولزقته برضو بالولاعة الجوه اهو. ودلوقتي بقى بزبط شكل الشنطة بشكل مستطيل كده. علشان ابتدي اعمل المكان اللي هركب فيه السرستان. اللي هو ايه? اسمه مرض تقريبا او حاجة زي كده. فانا بعمل سلاسل بطول الحتة دي. ببتدي كده. اعمل عقدة البداية. واعمل سلاسل اللي تجيب لي طول الحتة دي كده. بس مش مش مرتاحة. يعني تكون ايه? ما شدودة شوية. يعني نقص عنها حاجة بسيط. هوريلكوا دلوقتي. اعملوا ومارجع لكم. عملت كده سلاسل ايه? بطول المنطقة دي. بس مش للاخر. لان انا لما بشتغل عليها غرص حشو. هي بتطول شوية. ما بتفضلش على نفس شكلها كده. تمام? فدول خمسة وعشرين سلسلة. هبتدي ارتفع سلسلة كده. وهشتغل في اللفة اللي في الظهر دي. هسيب سلسلة الارتفاع وهروح على السلسلة الاخيرة اللي قبل سلسلة الارتفاع. وادخل في اللفة اللي في الظهر دي. وهعمل غرزة حشو. اهو. روح على اللي بعدها. اهو. اقرب شوية. واعمل غرزة الحشو بتاعتها. يبقى انا بعمل غرز حشو في اللفة اللي في الظهر السلسلة. الشكل ده كده عشان تبقى ايه مفروضة كده وشكلها حلو زي ما احنا شايفين. اكملها لحد الاخر بغرزة الحشو وارجع لكم نكمل معه. خلصتها كده للاخر بغرزة الحشو ايه. دلوقتي هرتفع سلسلة. وهالف. وهشتغل فوق كله غرزة حشو وغرزة حشو. اهو. بنفس الشكل ده. هكمل السطر للاخر. وهعمل كمان سطر يعني هيبقى ثلاث سطور. تمام? وهعمل كمان قطعة زيها بالزبط. وارجع لكم نشوف هنعمل ابعد كده. خلصت كده القطعتين همت اللي هتحط فيهم السوستة بغرزة الحشو ومنتهى البساطة. اه. تحط بقى تحط بالشكل ده كده. بس هركب فيها السوستة الاول. تمام? دي السوستة اللي هركبها ايه? مفروض بيكون مقاسها بالشكل ده كده كبير شوية علشان انها تكون فيها التساع لما تتفتح للاخر. تمام? طيب دلوقتي هعمل لها حاجة للطرف بتاعها هنا. برضو. يعني اي قطعة باي شكل. اي حاجة. انها تتحط ورا كده. في طرف السوستة تقفل عليها ويبقى شكلها حلو يعني في نفس الوقت. فهعمل مسلا. اربع سلاسل كده. كمان سلسلتين ارتفاع. وهعمل عمود بلفة مسلا. باخر آآ سلسلة اهو. كمان عمود بلفة هنا. الورزة الاخيرة السلسلة الاخيرة اللي هنقفل فيها هعمل سلسلتين كده. وبعدين هنزل فيها بمنزلقه. بالشكل ده كده. تمام? هو اي شكل يعني اي حاجة. بحيس ان انا احطها اسبتها على طرف السوستة. يبقى شكلها حلوة عنها. وتعفل السوستة في نفس الوقت. نجيب الخيوط دي واسبتها بعيدة شوية كده بالولاعة. اخلط البداية كمان. دي هلتحطي هنا بالشكل ده كده هخيطها كده عليها. وهخيط دول كمان كده. خلي الطرف اللي هو بيكون السطر الاخير هو اللي ناحية السوستة بيكون شكله احلى. اهو. الشكل ده كده هتدي اخيطها اه على الماكنة الخياطة. اثبت الطرفين كده على ماكنة الخياطة. واسبت دي كمان. وارجع لكم اثبتهم في الشنطة مع بعض. خلصات اثبت على ماكنة الخياطة زي ما قلت لكم اهو. الشكل ده كده. طبعا تقدروا تعملوها هيدوي عادي ما فيش اي مشكلة. تمام? دلوقتي هنبتدي بقى نثبتها على الشنطة. بنعدل الشنطة برضو زي ما قلت لكم من الشكل ده كده. ونبتدي نحطها في الجانب كده في الزاوية. زي ما انتم شايفين كده. اهو. وهجيب الابرة. بتاعت الخياطة دي. وهبتدي اسبت الطرف ده كده الاول. بخيط على طرف السوستة كده كويس. علشان ما تفلتش لما توصل للاخر وتطلع مني. لازم اخيط عليها كويس. وبعد انا ابتدي سبتها في الزاوية كده. واخد بالك انك تشدي الغرز كويس علشان الخيط يدارة جوة خيط المكرمية ما يبقاش باية. بنحاول نداء الغرز يعني او نخليها بين الطرفين اللي هي القطعة بتاعة الشنطة والقطعة اللي هي بتاعة المرض. بنخلي لو في مسافات تعدي في النص بين القطعتين. انما الغرز اللي طال على البره تكون غرز صغيرة علشان ما تبقاش باينة ويبقى شكلها حلو كده. طبعا الطريقة دي بتسهل جدا جدا. اسهل من انك تركيب السوستة على الشنطة نفسها. بيبقى فيها مشاكل وبتاخد وقت ومجهود اكتر. انما كده سهلة جدا. انا على طول بعمل بالطريقة دي. الطرف ده بقى بطويل كده البره. زي ما احنا شايفين كده. الطرف الصغير ده بطويل بره. وهسبت الطرف التاني كمان بنفس الطريقة. خلصت كده تركيب السوستة. اهو. طريقة سهلة جدا ومضمونة بقى يعني بتطلع معاك مزبوطة. مفيش اسهل من كده. لاني بتركيب السوستة قصلا ما هي منفصل عن عن الشنطة. فبتكون الموضوع سهل جدا. تمام? خلص كده. دلوقتي هنبتدي نعمل بقى الايد بتاعة الشنطة مع بعض. هعمل سلاسل بطول الايد اللي انا عايزاه. انا بالنسبة لي هعمل حوالي من خمسين ستين سلسلة كده. مش عارفة بالزبط. هعمل السلاسل بطول المناسب اللي انا عايزاه. وارجع لكم وقول لكم وعملت كم سلسلة. اعملت دول ستين سلسلة هم. دلوقتي بقى هبتدي ارتفع سلسلتين. وفي السلسلة الاخيرة دي هبتدي اعمل عمود بلفة. اخد لفة معايا على الابرة كده. وادخل في اللفة دي من الظهر برضو. اهو. سلسلة من ظهره. واعمل عمود بلفة. اهو. باخد لفة معايا على الابرة. واصحب الخات وخرجه كده معايا 3 لفات. اسحب الخات وخرجه من اللفتين. اسحب الخات وخرجه من اللفتين اللي بقى الشكل ده كده. تاني. اهو. اسحب الخات وخرجه. اسحب الخات وخرجه من اللفتين. keyman من من لفتين. سهلة جدا وبسيطة علشان بس ايه تبقى يعني أي ده عريضة شوية اهو. اهو. اكملها للاخر وارجع لكم. خلصت كده. عملتها كلها بجرزة العمود بلف. دلوقتي ده وصلت كده للاخر هعمل سلسلتين. اهو سلسلتين. وهقص الخيط زيادة شوية علشان اسبت بي. بابرة التنظيف كده. نروح الى اول ورزة هنا كده. وبعد نرجع للمكان اللي خيط جامل. بس بقفلها كده بمنتغل بساطة. وبقص الخيط الزيادة بقدي. واسبت الخيط. دلوقتي هيجيب السلسلة بقى اللي هعمل بيها. بقسمها على نصين. علشان كله نص احطوه في جانب. اهو. تفتح حلقات من الاطراف ده. ومنتهى البساطة كده. وحطها في الحلقات اللي انا مسبتها في الشنطة. وباجي من نص برضو السلسلة كده. وافتح حلقة. واحطها في اليد اللي انا عاملاها. خد يبالك انك تحاولي تفرد السلسل كويس. عشان ما تبقاش معوجة. ونعمل الناحية التانية كمان بنفس الطريقة. وهي من النص برضو احط الحلقة دي. سبت بها. خلص كده اجيب بقى اكسسوار اعلقها او شريط ستان زي ما وقلت لكم في الاول اللي يعجبكم. كده الشنطة بتاعتنا خلصت. يا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم. يا ريت بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بازن الله. وكمان ما تنسوش تعملوا لايف للفيديو. ويا استودعكم الله الذي لتضيع ودائعه. مع السلامة.